وللمزيد انضم إلينا مباشرة من معبر أرقين البري مراسلنا عوض الغنام بعد التحية عوض صباح الخير لو تضعنا في أصور أكثر لديك نعم نسرين صباح الخير يوم جديد هنا على المعبر ومعه تزداد عدد العابرين من الجانب السداني حتى الآن لكن الملمح الرئيسي في المشهد هنا في معبد أرقين هو عبور كثيف من المصريين خلال الساعات الأولى من مساء اليوم وبالأمس وعبر الرقم 1500 مصري المشاهدة الأخرى هو زيادة عدد الأجانب ونتحدث هنا عن الرعاية الأجانب الذين كانوا متوجدون في السودان هناك عدد كبير من جليات كثيرة عبروا اليوم معبر أرقين وماذا العبور ما زال مستمرا حتى الآن الصورة خلفي تظهر وتبين كسافة الأوتوبسات التي تنقل القادمين من السودان حتى معبر أرقين سواء كانوا سودانيين أو رعاية أجانب لكن يقل نسبيا عدد المصريين في هذا التوقيت لأنهم عبروا في وقت سابق قبل ذلك المشهد الأهم أنه في هذه اللحظات هناك عدد أكبر ليس في هذه المنطقة ولكن فيما يسمى بالمنطقة الدولية التي تفصل ما بين المعبر المصري والمعبر السوداني هي مسافة نحو 500 إلى 600 كيلو مزدحمة للغاية بشكل كبير وهو ما يؤكد أن صباح غدا سيكون هناك أيضا حضور كبير أو عبور أكبر ما هي الشروط الخاصة بالعبور؟ من كان فوق 50 سنة يسمح له بالدخول بالنسبة للتيسيرات الخاصة بالتأشيرة وما دون هذا السن لا يسمح له بالعبور إلا بالحصول على تأشيرة من جاء وليس معه التأشيرة يستطيع أن يذهب لأي قنصلية مصرية هنا نتحدث عن المصريين والقنصلية هنا نتحدث القريبة للغاية هي في مدينة حلفة تفصلنا عنها مسافة قريبة زمنيا ومكانيا فيمكنه الحصول على هذه التأشيرة والعبور إلى معبر أرقيم بكل سهولة كذلك كل التيسيرات تقدم للجميع على كل المستويات وكل الأعمار دون أسناء أحد وكما أسلفت في بداية الخبر الدعم اللوجستي المقدم من الدولة المصرية متعدد وله صور عديدة للغاية على مدار الساعة هنا هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة لا يوجد فيه جديد لكن الساعات القادمة ربما يكون هناك فيه جديد على صعيد النسب الخاصة بالعبور الأرقام حتى الآن تتحدث عن المصريين 1500 لكن ما ذلنا بصدد الحصول على أرقام أخرى بالنسبة للجنسيات بالنسبة للأجانب والأرقاء الأخبار تتحدث كما كنا نتحدث منذ قليل في صورة حصرية لإكسترانيوز عن آخر قفلة كبيرة وصلتنا للمعبر هي رعاهم لرعاية الصينيين وقدم لهم كل الدعم اللازم وغذروا المعبر على الفول عودة لك نسري شكرا لك عوض الغناء مرسلنا من معبر أرقين بالتأكيد سوف نتابع معك كل المستجدات لحظة بلحظة شكرا لك